تختار هذه السيدات الفلسطينية بعض الملابس من الطريق العام في نابلس بالضفة الغربية ثم ستتجه لتملأ ثلاجتها ببعض أطباق الفطور فالزيتون هنا يشتهر عالمياً لكن هذا هو السقف أحلامها الشرائية التعاني نابلس أضراراً اقتصادية جسيمة نتيجة تضييقاً إسرائيلياً يشتد يوماً بعد يوم منذ شهر أكتوبر الماضي من شهر عشر الأوضاع الاقتصادية سيئة جداً لأنه كان الحصار المفروض على ما يقارب الشهر وبالتالي الحصار هذا أثر على دخول إخواننا من التمانية وأربعين والكل يعرف أن التمانية وأربعين هم العنصر الرئيسي المحرك للنشاط التجاري في داخل المحافظة بالإضافة لإخواننا من المحافظات الأخرى اللي أصلاً بيحبوا يتسوقوا في محافظة نابلس كثرة الحواجز الإسرائيلية ضيقت الخناقة على نشاط التجار وتسببت لهم في خسائر كبيرة يصعب تعويضها حيث أغلقت إسرائيل جميع مداخل مدينة نابلس بسواتر ترابية وحواجز عسكرية الأمر الذي يعيق حركة المرور ويتسبب أيضاً بتأخير مرور الفلسطينيين لساعات طويلة عقب تفتيشاً دقيقاً وبطيئ نحن دائماً بنكون في الاقتصاد الوقت في إلوه كلفة وبالتالي عندما تمنع الشاحنات والسلع والمواد من الدخول أو تنتظر لساعات طويلة هذا يعني بأنه هذه التكلفة تضاف إلى سعر السلع وبالتالي تضاف على الاستهلاك على المواطن الفلسطيني إغلاقات كثيرة سواء من منطقة حوار من منطقة تاريحة من منطقة العرب الداخل طبعاً أضعف السوء تضم نابلس وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد الفلسطينية أربع مناطق صناعية وأكثر من سبعة عشر ألف منشأة انتجية فازدحام الأسواق هذه بكل أنواع البضائع أمر لم يخلق من العدم هلال علي الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات